السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايز توقف خاصية المايكروفون ان هو يسجل لك او يعرف اي كلمة انت بتقولها وعلى اساسها بيعرض لك الاعلانات المناسبة لك وكمان ممكن تجسس على اي حوار يدور بينك وبين اي حد هقولك ازاي اول حاجة بتفضل ضغط على ايكونة الفيسبوك اللي عندك بتفضل ضغط عليها الغتما يظهر لك حاجة اسمها او معلومات البرنامج هتضغط عليها ضغطة وبعد كده هتقول له برميشنز او الازون او الازونات من هنا بعد كده بيظهر لك حاجتين اللود ونط اللود يعني المسموح والغير مسموح طب الايه المسموح ان هو الفيسبوك يستخدمه المايكروفون احنا عايزين نوقفه هنضغط عليه ضغطة وبعد كده عشان امنعه بقول له دون تقلاو او عدم السماح بضغط عليها وارجع اعمل باك تاني هلاقيها تنقلت من اللود او المسموح الى غير مسموح هنلاقيها تحت هنا مايكروفون ايه ظهرت هنا ايه طبعا ايز ارجحها تاني اخليها مثلا متاحة او انها سماحية ان الفيسبوك يستخدمه هضغط عليها ضغطة واقول له يعني اسمح فقط اسناء استخدام التطبيق ده لو انت حابب انك ترجع الوضع الاصلي زي ما كان بس الافضل طبعا متوقف كل الكلام ده الكاميرا تقفلها يعني بيبقاش في اللوت دي الا الا استوريج او التخزين عشان يخزن الملفات الموقعة على الجهاز او يخزن الصور او الفيديوهات او ايا كان لكن غير كده ما تسمحلوش بلا كونتاكتس ولا اسماء ولا كاميرا ولا سجل المكالمات ولا تقويم ولا اللوكيشن ولا يعرف مكانك ولا يعرف ارقام تليفونك ولا الكلام ده كله امنع عنه كل شيء ما عادة الاستوريج او التخزين فقط لغير الجماعة لازم ننشوف الفيديو عشان الناس تستفيد وناس تعرف خطورة الوضع قد ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته